بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإذن الله اليوم الحل من كتاب هايوينجينيرينغ الطبعة السابعة الشابتر الرابع السؤال التاسع طبعا السؤال هذا سؤال الاقتصادي بحت طعا موفيت بعض التطعيمات الهنسة الطرق فقصار كأنه مسألة هنسة الطرق قل له أصلا مسألة مسألة اقتصادية بحتة مبادئ اقتصادية بحتة يعني هذا إذا درست الاقتصاد الهندسي بتلقى هذا عبارة عن مقدمة الاقتصاد الهندسي مقدمة فلذلك أنا أشوف أنه يعني الصراحة شي جيد نكتاخذ المقدمة عن الاقتصاد الهندسي لكن أشوف أنه من الظلم لك تختبره لأنه اللي موجودته كتابه وشفته هنا كان معطيك نبذة حتى نبذة غير واضحة اللي يقراها أول مرة فلذلك أنا يعني كنت معترض الصراحة على السؤال هذا وبالفعل كان الدكتور الله يذكره الخير الدكتور السحيباني كان ما يعطيناه ولا يجيبه هذه زي كلا الأسئلة هذه لكن في أسئلة كانت عن الكوست كانت هي المضمون هي الكور للشابتر هذا كيفية الحسابات الحوادث والحوادث والصيانات ومدري إيش الأنواع اللي كانت موجودة عن الدكتور من ناحة الجداء والتاخذها هذه كانت فعلا هذه الهايوي لكن المسألة هذه ما أنت مطالب فيها هذه عبارة عن مادئ اقتصاد الهندسي تعلمك الأساسيات هذه كاملة فأنت غير مطالب فيها لك شي جيد انك تاخذ معلومات فقلنا ندخل ونشوف السؤال هذا وشو كيف حله السؤال يش يقول لك قلك عندك هايوي بروجيكت حلو مخطط لهم صلحونه قالوا أن القيمة امتدائية له اللي هو نيش انفستمنت القيمة امتدائية للمشروع هذا مليون ونص مليون ونص قال لك أن اليوزر بنيفتس لـ مومتاز مية وخمسة ألف سنويا كاما 20 سنة شو معنات الكلام هذا شحن عندنا اللي يستخدمون الطرق الآن لو لاحظت لو الشارع محفر وفيه مطبط وفيه مدري أيش وغير مصمم شكل جيد تلقاه يسبب لك تكاليف إضافية أنت ما تدني عنها بعضها يكون مباشر مثلا يشق الكفر فتروح تغيرها هاتك المباشرة أو مثل استهلاك الوقود في أمور ما لها داعي بسبب التصميم السيء مثلا يكون كبستي مثلا ما هو جيد وبالتاليس الزحمة فيستهلك عندك وقود مباشر هاتك التكاليف مباشرة فيه تكاليف لا غير مباشرة مثل خلنقول لو كان عندك طريق مثلا سيء جدا كله محفر ففي الطبيعي عندك لمن مريت عليه المساعدات عندك تبي تضرب فبالتالي أنت توقع مساعدات تعطيك إلى 10 سنين إلى 15 سنة لكن بسبب التطريق هذا صار يعطيك فقط 5 سنين فتضطر تسوي إلى الصيانة للمساعدات عشان ترجعي العمراء الافتراضي 10 سنين أو 15 سنة فأنت دفعت الآن تكاليف فهم يقولون يقولك هذا المشروع بإذن الله عز وجل لو حطينا بيوفر لك 105 طبع 105 هذا للسائقين يعني بشكل عام متوسط مو بأنها هو القيمة فهم قالوا أنه بيوفر كام قيمته 105 من التكاليف كاملة المباشرة وغير المباشرة هذه يعني بصير إيش طريق محترم ما فيه مطانيج حنا نسميها اللي هو الحفر اللي تخرب مساعداتك فبالتالي ما أنت بدافع تكاليف ومساعدات ما أنت بدافع تكاليف إضافية للوقود الكفرات ما فيه أشياء تخرب كفراتك مثلا أما أنت طريق غير مزفة بشكل زين فبالتالي يمسح الكفرات عليك ومنها الكنم فبالتالي هذا هو البنفتس حنا نقصد به ما هو البنفتس أنك كلما تخلت الطريق يعطونك 100 ريال صارت مكافئة ما صارت بنفتس فالبنفتس هو أنه يوفر لك تكاليف أنت ونفترض لك ما تدفعها هذا يفترض لك ما تدفعها على الطريق هذا فهذا هو معاناة البنفتس قال لك يوزيف اللايف يوزيف اللايف هذا معاناة العمر الافتراضي في المبدأ اصطلاح الهندسي عشرين سنة معناته العمر الافتراضي عشرين سنة لهذا الطريق يقول في نهاية العشرين هذي The residual أو salvage value would become 400 شو معناته الresidual والsalvage value الresidual غالبا هذا نقصد به مع الأمور الهند اللي هو الطرق الطرق دائما جي معها الresidual ليش اللي نكون عندك اللي هو بعد عشرين سنة يكون الشارع استهلك تقريبا من عمره كثير فبالتالي يبونيك شطونه لك شطوه فيه مواد لازالت ايضا تقدر تعطيك مثلا في بعض الازفلت يكون لازال فيه تقدر تستخدمه تسوي لعادة استخدامك بإمكانك تبيعه بإمكانك الكشطة تستخدمه كباز في طريق ثاني فبالتالي قالوا ان الرزيج والهذا إمكانية استخدامك للطريق بعد كشطة كام 400 ألف قدروا انك بمكانك تستخدمه بـ 400 ألف السالفج هذا غالبا يستخدم مع الأمور الثانية الأمور المعدنية مثل سيارتك خلنقول سيارتك شريتها اليوم مثلا بـ 100 ألف بعد 20 سنة بتبيعها بكم مثلا 15 ألف ليش 15 ألف خلنقول موتر كحيان 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 ما يمشي ولو دقيت للسلف ينفقع في وجهك زين؟ بس مازال ممكنك تبيع سكرار والسكرار بيجيك على 10 ألف تقريبا فهذا السالفج السالفج غالبا له القيمة القيمة النهائية أو قيمة الشي اللي بتبيعه بعد انقضاء عمره الافتراضي يعني ما عند يعطيك أكثر من كده اللي غالبا نسميه حنة بيع السكرار بتبيع سكرار مثل السيارة أو مكينة أو أي شي بتبيعه بتبيع سكرار كم هذا قيمته فهذا الفرق من الريزيجول والسالفج يعني من ناحية اقتصادية حنا الآن تتعامل مع الريزيجول لأن طريقنا يوشه هايوي بروجيك لأن هايوي بروجيك هو مستخدم مع الريزيجول كام 400 ألف يقول كينا بنا عن المبدأ الريزيجول concept بناء على المبدأ الريزيجول present worth شواء بروجيك بي بيلت يعني قرر هل نسويه ولا ما نسويه بناء على الريزيجول الريزيجول اللي عند رسته concept هذا أسي وم the interest rate 6% what's the benefit cost ratio جميل جدا جميل جدا طبعا بناء على benefit cost ratio بتقرر هل تبيع تبنيه ولا لا طبعا نيجي الآن طبعا كل يش رحكم هذا يمفاهيم الانترستريت هذا هو معدل الفائدة نحن خلنقول أشهر شي هو عندنا اللي هو القرض بفوائل اللي يقول لك أنا أعطي قرض مثل 100,000 لكن بناخد عيك فوائد مثل 6% مع 6% عالي جداً بس غالبه 1% وهذا ربا صريح بس أنا أتكلمك عن معدل الفائدة وشو معدل الفائدة هو أيضاً يستخدم مو بشرط في البيع والشراء أيضاً يستخدم حتى في حساب النمو السكاني يستخدم اللي هو الانترستريت بس مو بالاسم الانترستريت بس نفس القانون بس اللهم يغيروا من كلمة انترستريت إلى مثلاً جروث ريت معدل النمو بالسكان عندك مثلاً مثلاً زي السعودية بغلطان كان 25% وحوالها والله ناسي اللي هو يعني مقصد أنها كونسبت واحد فهو قال انترستريت معدل الفائدة زيادة النسبة عن السنة اللي بعدها مثلاً السنة الأولى 700 الثاني 700 يعني المية اللي تحطها الآن مو بهي نفس هالمية بعد سنة فبالتالي انت لو دفعت الحين 100 وقلت جيت عندي قلت أبغى ميتي قلت لخاس بطيكي السنة الجاي السنة الجاي ما ترجع لها 100 لأن هذه قيمتها قابل سنة أنا أبغى قيمتها الحالية فبالتالي بتزيد على المية 7% هذا هو الربع طبعاً في صورتها المبسطة المهم ما أنا علاقة وسعطي كونسبت معنى كلمة انترستريت وكنسبت حقها ونيجي الآن للحل الحل وشو نسوي الآن؟ هذا القبن أنا بسطته أنا يهمي الانيشي الكوست ويهمي اليوزر بينفت واليوزر في اللايف طبعاً في اقتصاد الهندسي بتتواجه الرسمة الطيبة الحلوة أنا دائماً حابة استخدم صراحة الرسمات خاصة لللي توه يدرس اقتصاد اللي متوضح لك أشياء كثيرة جداً طبعاً في اقتصاد الهندسي دائماً تبدأ بسنة اسمه السنة الصفر السنة الصفر هذه هي دائماً سنة اللي فيها انيشي انفستمت اللي توقعي بسم الله هاي سمه السنة صفر ثم انتمشي عادة سنية اللي مطلوبة عندك كم احنا عندنا ليزو في اللايف عشرين سنة فبتمدها إلى عشرين سنة طبعاً الآن تجي تسوي سقاطاتك عندي انيشي انفستمت وغالباً اللي دائماً يطلع من مخباتك تبي تدفع فيه هذا الماينس واللي بيجيك هذا البوزيتف فبالتالي أنا الانيشي الكوست أدفع مليون ونص فبالتالي بيطلع بالمينس بينما البينيفتس هذا اللي أنا بقى حتفضبه يعني بيصير فيه جي اي بي فبالتالي بيصير بوزيتف والرزيج والفاليو أبقى بيعه فبالتالي بيدخل فيه جي اي بي نتيجة اني بعت المواد هالي المستخدمة كم 400 ألف فبالتالي بيطلع بالبوزيتف هذه الرسمة بشكلها مبسط والشكل الحلو حقها طيب جميل الآن وش معناتك concept of present worth دائما عندك في الاقتصاد الهندسي ثلاثة اشياء لازم تعرفها present worth concept والannual worth concept والfuture worth concept البرزنت معناتك كل القيم تحولها الى السنة صفر يعني كل القيم شدت هذا تعدلها وتخليها عنها قيمة واحدة هنا وهذا تنقل الله هناك تخليها في السنة هذه بنجي كيف نسويها وعندك شيء ثاني اللي قلت لك يا اللي هو الannual worth اللي هو بالشكل هذا قيمة منتظمة سنويا فبالتالي تحول 400.000 الى قيمة منتظمة والسالب مليون و500.000 الى قيمة منتظمة كيف تضلها في فاكتور يحول كيها ولا أسرع منها في خطة واحدة ويا سلام لكن من تم طالف الannual ومثل في future الفيوتشر تحول هذا الشكل المنتظم الى قيمة واحدة في السنة عشرين وأيضا هاي تنقلها من السنة الصفر الى السنة عشرين فيطلالك ثلاث قيم في السنة عشرين طيب نجي الآن بنحول كل هذا الى present ها تسمى نقطة البرزنت اللي يبقى هنا إذا قاك بريزنت دايما اللي هو سنة الصفر زين نيجي الآن نشوف كيف نحولها بناء على بناء على الشكل اللي عندك تستخدم الفاكتور الصحيح لا هنا لو تلاحظون أنا عندي ايش دفعية منتظمة تسمى بالannual فبالتالي تستخدم فاكتور الannual هذا الفاكتور حق الannual يواحد زايد الانترستريت مرفوع عدد اللي هو الann اللي هو السنين السنين الدفعية كم عندي هنا أنا ماشي ماشي على عشرين سنة فالann عندي هنا كم عشرين سنة تروح تفك كهفك مباشر يعطيك القيمة تروح الآن هذه هذه قيمة اسمها future أي قيمة قدام تسمى future ليش؟ لأنني أحددت السن هذه هذه اللي بنقيلها فبالتالي أي قيمة قدامها لو هنا تسمى future هنا future فبالتالي أي قيمة قدام السنة البريزنت تسمى future وأي شيء وراها يسمى present ممتاز قوليり علىها ما لها السن فهذه تسمى future لأنها قيمة واحدة فقط فبتنقلها هنا ممتاز طيب طبق عليها القانون هذا اللي هو الـ FW اللي هو FUTURE WORTH قيمة FUTURE WORTH أنا كم عندي هنا 400,000 مضروبة في الفاكتر هذا تروح تحطه الـ N هنا اللي هو بعدها عن السنة هذه كيف تحسبها لك أكثر من طريقة أماك تحسبها على النقطة هذه بدون ما تحسب السنة اللي أنت بتنقلها فبالتالي كم تمشيها على مدار 20 سنة أو تقول كذا هذه واحدة لأن بنقلها كذا على حسب نقلاتك نقلها الأولى نقلها الثانية نقلها الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الـ 11 12 الثلاثة الـ 14 الـ 15 الـ 16 الـ 17 الـ 18 الـ 19 الـ 20 كيف تحسبها أو تحسبها بعد السنين الموجودة عندك بدون ما تحسب السنة هذه لأن الموجود عندك كم هنا 21 سنة 21 سنة لكن تبتنقلها 20 سنة ليش أنك ما تحسب السنة اللي بتصير فيها هذه أحدة أما أنك تحسب النقلات أو تحسب بعدد سنين كاملة إلا السنة اللي تبي توصلها لها على كل حال طلعتنا القيمة هذه فصار عندي ثلاث قيم ممتاز نجي الآن الـ concept اللي هو سمى B over C benefit على cost طبعا لو تلاحظ الـ benefit هذا اللي يرجع للسائق اللي يرجع للسائقين أو المستخدمين الطرق أما الـ cost هذا الشيء اللي على إيش المالك أو مصمم أو منشط طريق فلو تلاحظ هذه النقطة مهمة جدا لازم تفهمها الـ benefit قيمة واحدة فقط هذه ممتاز اللي هو 105 هذي احنا حولناها كقيمة هذه اللي هو مليون ومتين واربعة ألف وثلاثمية وواحد واربعين وثلاثة وسبعين هلا لا فقط لكن لو تلاحظ المليون وخمسمية مليون وخمسمية ألف نقصناها من رزيجول هذا أو اسم السالبج ليش ما هو هذه القيمة بوزيتب ما هو شرط بوزيتب تحطه فوق لا تروح تجمع أشياء مع بعضها ميل بيستفيد من هذه هل بيستفيد منها اليوزر عقوم نكشة الطريق وروح نبيعها نوزعها المستخدمين نقول يلا اللي خلع عشرين سنة مرنها الطريق يجي عشان من قسم الـ 100 ألف عليكم ما لها علاقة هاي ترجع على مين على المالك على المنشط الطريق فبالتالي بيطلع عند اللي هو المالك أنا اللي سويت الطريق عندي قيمتين تهمني في الرسمة هذي كاملة اللي هو الـ initial اللي أنا اللي ببنيه بفلوسي initial وفي نفس الوقت هذا اللي أنا بأخذها عشان يبعت الطريق فبالتالي صارت عندي قيمتين تروح تجمعهم جمع عادي جمع عادي بس الله ما صارت ايش بينهم اختلف إشارة بصار 1500 قال لي يعني مليون عفوا و500 ألف ناقص القيمة هذي اللي هو رزيجول طبعا نطلع كام 0.88 طبعا يا شباب لو تلاحظون يفترض هاي تطلع بالـ هذي بالبوزيتف ما تفرق خذ القيمة خذ القيمة المطلقة ما تفرق خذ القيمة المطلقة آمشين كيش تاخذ القيمة المطلقة وغضي نضع عشارات ممتاز طيب نجي لان طلع لي كامية تقريبا 0.88 صح ولا لا طيب شو معنات الكلام هذا حن دائما إذا كان المقام أعلى عفوا البصد البصد أعلى معنات البنفت عالي جدا عندي فبالتالي بيطلع أعلى من الواحد أو يساوي واحد أما إذا كان المقام أعلى فبيطين أقل من الواحد طيب شو معنات الكلام هذا حن نبغى يفيدنا دائما حن أن يكون البنفت عالي جدا لأن حن يهمنا المستخدمين فشي طبيعي أنا بهمني البنفت حق المستخدمين لأن هم اللي يستخدمون الطريق وهم اللي حن ننشأنا عشانهم وليش رح أخسر ويدفع كوست وخربيط وكل هالكلام فإذا كان الكوست عندي أعلى من البنفت اللي بحقق المستخدمين لا يردت ليش أنا خسر عشان في الأخير ما يغطي ولا حتى شيء من البنفت فأنا همني البنفت يكون عالي جدا فيكون أعلى من الواحد يفترض فما أنها قل من الواحد بقولها لا project shouldn't be built هذا هو البي أوبر سي وفيه طرق ثانية غيرها فيه طرق ثانية غيرها اللي هو تروح تقارم ما بين النيشيل واللي هو ما بين ماس وبوزيتف يعني أمور كثيرة بس هذه غالبا نستخدمها إذا كانتك أكثر من مشروع لكن مشروع واحد بي أوبر سي تقريبا هو اللي هو تقريبا الفعال وأيضا difference between benefit and cost تقول بي ماينس سي إذا كان بالماينس معنات الكوست أعلى فبالتالي لا إذا كان بوزيتف معناتها البي أعلى فمعناتها هاي سوو طريق ممتاز فعندك غالبا أشهر طريقتين اللي هو بي ماينس سي أو بي أوبر سي اللي هو ما يكون الفروق بينهم أو القسم على بعضهم هذه وأتمنى إن شاء الله كان واضح ودرس اقتصادي أكثر منها درس highway engineering وأتمنى إن شاء الله أن أعطيتكم معلومات تفيدكم في الاقتصاد الهندسي وتمهد لكم حيث أن يكون عندكم معلومات بسيطة تقدر تعقطهم شونا نسميها تزعط على أخيك يعني أن عندي شف ترى أنا أمدرق كل وضع وعارف وصلى الله وسلم عن مينو محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك هاتبوا لك